إذن للحديث عن الاتهامات لمصارف في العراق بالفساد مع الكشف عن عمليات تحويل وهمية بين مصارف في لبنان والعراق في وقت يواصل الناشطون التأكيد بعدم جدوى وعود الحكومة والبرلمان الحالي وعدم اختلافهم عن من سبقهم ينضم إلينا في الستوديو الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان أستاذ نوري مرحبا بكم يعني كما تعرفون هيئة مكافحة الفساد في العراق تتحدث عن عملية نقل الأرصدة بشكل رقمي وليس بشكل فعلي من المصارف اللبنانية إلى مصرفي الرشيد والرافدين وذلك هذا الإجراء يجري دون تحويل أي أموال وتحويل مديونية تلك الأموال للمصرفين العراقيين بداية ما الذي يجري تحديدا أستاذ نوري نعم شكرا جزيلا لك أستاذ محمد وشكرا لقناة الرافدين وتحياتي لمتابعينكم الحقيقة بداية هذا الملف حقيقة هو ملف فساد واضح جدا ولكن هو يحمل ملفات معقدة في مضامينا لأنه هذا يرتبط بالأموال التي هربت من العراق وبأسماء شخصيات كبيرة زعامات في العملية السياسية ويعني أودعت في مصارف لبنانية والمصارف اللبنانية بالتالي أعلنت فساد فلاسة كما تعلمون ولم تتمكن من تزديد هذه الأموال إلى هذه الشخصيات ويعني الحديث جرى عنها بشكل واضح وكبير في وقتها وحتى بعض الأشخاص تم تسميتهم من قبل ناشطين من قبل صحفيين في إجراءات تحقيق في إجراءات تقارير صحفية ولكن كل هذه الفترة حقيقة هيئة النزاهة في العراق هي مسؤولة عن فتح هذا الملف لأنه كل هذه الفترة لم تتحدث هيئة النزاهة عن إجراءة تحقيق عن الأموال التي أودعت بالمصارف اللبنانية وهي أموال عراقيين كيف وصلت إلى هذه البنوك كيف أخرجت هذه الأموال من العراق إلى هذه البنوك خصوصا ونحن نعلم أنه ليس العراق فقط وكل العالم الأموال عندما تخرج هي تخرج وفق قوانين وفق صلاحيات واضحة يعني اليوم التجار العراقيين عندما يريدون أن يجلبوا تجارة لهم إلى العراق يقدمون الأوراق الثبوتية والرسمية لشراء بضاعة من دولة حتى البنك المركزي ينقل أموالهم إلى تلك الدولة بالتالي يجبون بضاعة طيب هؤلاء كيف نقلوا هذه الأموال الكبيرة إلى لبنان وأودعت في مصارف لبنانية وهيئة النزاهة لم تحرك ساكن عندما تم الكشف عنها والحديث عنها بشكل واضح ودقيق لم يتوقف الملف عند هيئة النزاهة في حسب الإدعاء العام الإدعاء العام اليوم هذه أموال الدولة يعني حتى الآن أنه يعني كيف ممكن أنه الإدعاء العام لم يحرك هذه الدعوة لم يعني يقاضي أو يحاسب أصحاب هذه الأموال التي فقدت بهذه الطريقة ومن ثم يعودون بطريقة التلاعب على الدولة في إرادة الدولة طبعا لأن هم اللي هم موجودين بالدولة هم بالسلطة هم تلاعب على إرادة الدولة بإرادة الدولة نعم زين لسرقة أموال جديدة للتي فقدوها في لبنان طيب طيب أستاذ نوري الأموال المدعى هل تحمل أسماء وهمية ولماذا يعني تودع الأموال تحديدا في مصارف لبنان ما سبب في ذلك الشفاء الحقيقة هو أنه الأموال بداية يعني أسماء هناك مباشرة نعم وهناك غير مباشرة مثل ما يعني يدور الأيام هذه الأيام عن أسماء وشخصيات هم لديهم شركات كبيرة وظهرت أسماءهم فجاءة على الوسط الإعلامي بأنه هؤلاء يقودون مؤسسات كبيرة تجارية وبالتالي اتهمت بالسرقات واتهمت بالفساد ولكن هذه الأسماء هي مرتبطة بأسماء سياسية كبيرة محمية من قبل هذه الجهات نعم يعني هذه الجهات اللي موجودة في الدولة فالاستعارة بهذه الأسماء هي لا تخفي حقيقة من وراء هذه الفساد هذا الفساد وراء الأحزاب السلطة وراء من يتمكن من حمايتهم لنفاذهم بالعراق حتى نفاذهم من القانون يعني أنتم تعلمون اعتقال بعد ساعات يتم أطلاق صراحة بكفالة وهذا يعني أنه الملف سيتم تسويته بالتالي المواطن اليوم لا يتوقع من هيئة النزاهة أو من المحاكم أو من أي لجنة تحقيق أن تفضي بقرار لصالح المال العام لعادة هذه الأموال المسروقة على العكس مطلقا هذه اللي جان هي لكسب الوقت في مو فقط تهريب الفاسدين لتخلص أموالهم اللي موجودة المسروقة يعني الأموال المسروقة التي هما أصبحت وكأنه أموالهم أستاذ نوري هل العراق ضمن أوضاعه الاقتصادية الصعبة في وارد تقديم دعم للبنوك اللبنانية العاجزة أصلا عن التزديد للمدعين فيها شوف الحقيقة أنه حتى وإن كان العراق لديه وفرة مالية حتى وإن كان لديه وفرة مالية ولكن هذه الفترة تحديدا العالم بأكمله يعاني من أزمة اقتصادية خروج العالم من الأزمة الصحية التي عرقلت وأثرت على النظام الاقتصادي العالمي جعلت كل دولة من دول العالم عادت ترتيب أوراقها الاقتصادية بالتالي حتى وإن كانت لديها وفرة هي بسبب الأزمة الصحية أصبح لديها تخلف في البنى التحتية حتى فبالتالي بيحاجة إلى تعويض بلدانهم مو بلدان أخرى مجاورة لهم للأسف بالنسبة للعراق تحديدا مع الأسف الشديد إحنا لحد اليوم بالعراق هو فاقد للرؤية الاقتصادية لا يوجد سياسة واضحة لإدارة الدولة الاقتصاديا لا يوجد تطبيق اقتصادي واضح أنه شنو سحنا اقتصادنا اليوم اقتصاد سوق اقتصاد رئيس مالي اقتصاد اشتراكي ما هو العراق؟ مبهم نعم غير واضح هذه الفوضى التي خلفها الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 إلى اليوم اقتصاديا هي السائدة وهي أسهمت بشكل كبير بسرقة أموال الدولة العراقية وتحويلها أو لمساعدة البنوك اللبنانية أنا أعتقد هذا الموضوع بجنبه سياسية أكثر من ما هو ملف اقتصادي لأنه إحنا اليوم هل السؤال هنا مهم هل إدارة الدولة العراقية اليوم هي تنظر إلى أشقاءها العرب بمساعدة يعني التعاون الاقتصادي قليلا من وصف أن توصيف المساعدات وكأنه متكرمين أو متلطفين ولكن هل لديها القدرة على التعاون الاقتصادي مع دول الجوار إذا كانت الدول العربية أو غير عربية وتحديدا الدول العربية نحن لا نمتلك هذه الرؤية أصلا رؤية العراق لا يمتلك رؤية اقتصادية ينهض باقتصادها كيف ممكن أن يساعد البلدان العربية المجاورة هنا التساؤل حقيقة أنه يعني الوفرة المالية موجودة حاليا اليوم حقيقة يتوجد وفرة مالية كبيرة جدا في الدولة العراقية ولكن الحد اليوم أغلب الخبراء والمختصين بهذا الشأن الاقتصادي يتحدثون عن غياب رؤية الحكومة في توظيف هذه الوفرة لسد حاجة المواطنين بطاقة تموينية غير جاهزة لم تسلم في مواعدها لم تحقق لم تبنى مدارس لم تطور المستشفيات الأزمة الصحية التي يعاني منها العراق وآخر ما شهدنا من مسرحية قام بها رئيس الحكومة محمد الشاعر السوداني في زيارة المستشفيات وتوبيخ لبعض الأطباء ومطالعة نقيب الأطباء عندما يتحدث عن نقص في تأهيل وتدريب الكادر الطبي بالإضافة إلى تأهيل المستشفيات مستاذ نوري هيئة مكافحة الفساد في العراق تحدثت عن بدء التحقيق بعمليات الإرسال بين البنوك اللبنانية والعراقية هل هناك مصداقية في هذه التحقيقات هل سيحاسب المجرم الذي تسبب بهدر المال العام شوفوا الحقيقة من خلال التجارة وإحنا مشاهدنا لحد اليوم أي ملف شكلت له لجان أو حين للتحقيق وخرجه بنتائج لصالح المال العام أو لصالح الدولة العراقية دائما هو يكون بشقين هو دائما العنوان الرئيس هو كسب وقت لهروب الفاسد وتهريب الأموال معه يعني مو هروب ويروح واحده يعني هنا يهرب الفاسد وخلي نقول بالعم يعني ينجو بريشاته لا هو ما يخرج إلا يأخذ الفلوس اللي باقها لأنه الفلوس التي سرقها هو مرتبط بها بشكل مباشر مع جهات الرحامية والراعية والتي ساهمت في تشكيل هذه اللجان وإجراء التحقيق المماطلة في إجراء التحقيقات ثم المحاكم من أجل تهريب إذن التحقيقات لن تكون شفافة أبدا لم نشاهد الحد اليوم أي تحقيق أصدرت به أحكام واضحة وعرف من هو الفاسد وكيف حكم وما هي مدة محكوميتها وما هي الأموال التي تمت إعادتها الحد اليوم لا يوجد هذا كذا إذا ما تحدثنا عن دور البرلمان هناك تحويل الأحزاب والمرتبطين بها استثماراتهم إلى داخل العراق طبعا بعد إفلاس المصاري اللبنانية أين دور البرلمان في مسألة التحقيق؟ الحقيقة البرلمان هو جزء من يعني الحكومة هي جزء من البرلمان لأنه اليوم البرلمان ما عنده دور رقابي بسبب تشكيل الحكومة من كل البرلمان فيغيب الدور الرقابي يعني هذه التعقيدة في العملية السياسية التي هي أوصلتها إلى الانسداد وصول إلى مرحلة اللي وصفناه بأنه العملية السياسية هي تعاني من موت سريري وهي فعلا لحد اليوم بالمناسبة يعني حتى وأن كانوا تمكنوا من تشكيل حكومة برأسة السوجان لا يعني أنها حكومة خرجت من الانعاش بالمطلق حتى وأن تحدث على أنه هذه حكومة خدمات وحكومة بناء وحكومة ما عرف إيش هي هذه حقيقة مصطلحات إعلامية أكثر من ما هي يعني قرارات مهنية لأنه القرارات المهنية بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى ترميم يعني الدولة منهارة بالكامل ما بها مؤسسات رصينة لإدارتها كيف ممكن تأتي حكومة مهزوزة أصلا حكومة هي لا تعرف نفسها أنها هي حكومة تصريف أعمال لفترة محدودة وتجري انتخابات أمية حكومة شرعية تستمر لمدة أربع سنوات هي لا تعلم نفسها من بهذه الشقين خصوصا وهي فاقدة أصلا للشرعية لأنه لم تأتي بانتخابات شعبية واضحة هي جاءت بمسرحية الانتخابات المبكرة التي لم يشارك بها أكثر من 80% من الشعب العراقي أستاذ نوري ولكن البرلمان دوره رقابي هل هو قد تنصل من مسؤولياته نتيجة لأن الفاسدين هم من داخل البرلمان والحكومة كما تفضلتم في ذلك الحقيقة أنه عندما تراقب البرلمان اليوم كل الذين في البرلمان يسعون إلى أن يكونوا شركاء في الحكومة بالتالي هنا هم فقدوا دورهم الرقابي هم كلهم أصبحوا جزء من السلطة التنفيذية السلطة التشريعية التي فيها أصبحت وسيلة لتنفيذ مطالبهم في السلطة التنفيذية بالتالي هم فقدوا حقيقة شرعية الرقابة لأنه مصالحهم تقتضي حقيقة يعني هو القضية مو قضية عدم فهم بالمناسبة يعني مو ما يعرفون دورهم الرقابي لا هم يعرفون دورهم الرقابي ولكن دورهم الرقابي يستغلوه حقيقة في الصراعات ما بينهم مو من أجل تشريع قوانين لصالح الدولة العراقية هم لا يسعون إلى بناء مؤسسات هم يسعون إلى بناء مؤسساتهم بناء مكاتبهم بناء اقتصادياتهم حتى يتمكنوا من إعادة وتدوير أنفسهم في الانتخابات المقبلة أنا أشكرك كالصحفي والباحث السياسي نوري حمدان شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم